والأخطر أن تكون الأم ضحط في كل حياتها وبعدين والابن كبر وتعلم وصار ناجح والأم متروكة كم من الحالات اللي منعاني منها الأم ما بدها فلوس ولا بدها تكون مع الأولاد يعني تتمتع أو بتصفي في ملجأ أو بتصفي بعيدة أو بتصفي متروكة أو بتصفي يعني وحيدة وكم من الكآبة أمهات بالذات في عيد الأم يصابوا في الكآبة الزايدة يعني بسبب هذا الإهمال من الأولاد فالدور بيرجع هل كان لازم يأخذ الدور الصحيح؟ أنا بفتكر الأم اللي بتوصل لهذا الدور ما عرفت تربيه مضبوط لأن الولد بتربيه مضبوط فمتى شاخ لا يحيد عنه هيك بقولك تيه فمتى شاخ لا يحيد أنا أمي ربتني بهذا بعت إكرام لأمي إكرام لبي أنا بدي يشوفني ابني عم بعت إكرام لأم زوجة هيدا كتير مهم أنا إذا بيحترم حماتي هو بس يكبر بدي يحترمني وبدي يحترم أم مرته فأنا شو أنا شو المثال أنا المثال الأم مثال الأم هي المراية إذا شايفنا عم بعمل هشي لابد يعمل هيك ما ممكن يتركني لكن إذا أنا بس طبخ واهتمام وعجقه وكله وناس التربية التانية اللي حكينا عنا الإشياء اللي لازم تربيع بالولد ممكن كتير يحطه بملجه ممكن ممكن يتخلى عنه يعني أنا مش فكرة ضد الملجأ لأنه مرات من ناحية صحية طبية يعني بيقوموا في العناية أكتر بس الفكرة الاهتمام لدرجة أنه في العهد القديم يعني مثلا عدم الإكرام أو واحد يسب أو واحد متمرد على الأهل كان يجبوا قدام الشيوخ وكان يرجم طيب اليوم إحنا تابعين شريعة المسيح الرب هو اللي شايف بس أنا بقول لازم يعني الولد اللي بيهمي الأمه لازم يتحط في السجن 15 سنة شو رايك ولا عشرين سنة هي جريمة هاي هي جريمة بس حقيقة هاي بدا توعي هاي بدا توعي برجع للآية اللي ذكرتها في البداية يعني ولا ترفض شريعة أمك لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك واو الكتاب المقدس عجيب يعني في التعليم يعني إذا عم نحكي عن ولد مؤمن وإمه مؤمنة وربته وضحة وعمل هيدا شي يعني بفتكر في مشكلة في مشكلة كبيرة حتى بإيمانه حتى بإيمانه لأنه مش هيدا تعليم المسيح يعني المسيح كان يهتم بالشخص يلي متروك ومنبوذ وما كان يهم له كم بالحرية أهلينا بقول بالكتاب يلي ما بيهتم بأهل بيته فهيدا ما لازم يهتم بكنيسة الله مش هيك هيدا عم يحكي طبعا عن الخادم بس أنه بالنهاية كلها مربوطة ببعضها إذا أنا ما بيهتم بالناس اللي بيخصوني وبعتني فيهم كيف أنا بدي أهتم بغير ناس ما بتزبط الغريب في الموضوع أنه عملوا إحصائية بعار شوين في أي ولاية بأميركا في فترة عيد الأم المسجين المسجونين في السجن أكتر من 80% بيبعث رسالة لأمه وبعايد عليها في عيد الأب أقل من 5% بيبعث رسالة للأب مع أنه طبعا لاحق في العمر أنه بصير الأولاد يكتشفوا كم الأب كان يضحوا وكذا بس يعني بس فعلا يعني حتى الأشرار والمسجين والقتلة والإرهابيين بتلاقيين بحبوا الأم لأنه بالنهاية بس يكونوا بهيك وضع برجعوا لذاتهم برجعوا لتفكيرهم بشوفوا قدي أمهم عملت معهم وقدي هن أشحفوا بحقه فمن هيدا الباب أنا أكيد أنه برجعوا لضميرهم ضمير بيوعه وبيرجعوا بيكتبوا لرسالة وبعبروا عن محبتهم وعن شكرهم وعن امتنانهم موسيقى